زي ما اتكلمنا ان احنا هنعرف كل حاجة من خلال ديوفنا فهنستقبل النهاردة اول ديف لينا دكتور خالد السباعي استشاري اول نسا وتوليد واخصائي مناظير وحقنا مجهار ازاك يا دكتور؟ اهلا وسهلا نورنا يا دكتور الله يكلمكم احنا كده منتكلم في الانترو بتاع الحلقة عن تكايوسات المبايد وقد ايه هي بقت منتشرة اليومين دول جدا جدا ومن اكتر الناس اللي بقوا يقولنا العيادات البنات اللي عندها 15-16 سنة فاهنا كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي تكايوسات المبايد طيب اولا هو الانتشار هو موجود من زمان بس التشخيص هو اللي بقى اكتر اه يعني قدرتنا على التشخيص اكتر من زمان فبقنا نعرف الناس دول عندهم تكايوسات نتبعาย التكايوسات عاوز نفرق بين لفظين تكايوسات بس ومتلازمة تكايوسات المبايد هي تكايوسات المبايد لها انواع؟ اه في تكايوسات بس فيه متلازمة متلازمة متلازبة دي مجموعة حاجات مع بعضيها فتخلينا نخش بحاجة واحدة تكيوسات بس دي بتحصل لكتير قوي من السيدات او البنات وممكن ما تظهرش اي اعراض او اي حاجة خالص ممكن تأخر الحيط شوية تعمل شوية مغس مع الدورة مش اكتر من كده والمتلازبة بقى بيبقى فيها اتراب وظيفي يعني تمثيل الغذائي مش مظبوط هرمونات الذكور عند السيدة او البنت عالية شوية هرمون الاستروجين بتاعها مش مظبوط وفيه في الغالب مش لازم يكون فيه وزن الزيادة شوية فيعمل متلازمة اه مش لازم يعني التكيوسات مش متلازمة معيها ان يبقى فيه وزن الزيادة اه بس غالبا يكون فيه وزن الزيادة هم بيدخلوا بعض في دائرة مغلقة وزن الزيادة يلخبط المبيض المبيض يتلخبط يزود تكون يعني فيه حاجة متلتبة على حاجة ايوة يعني لو انا وزني زيادة يلخبط المبيض زيادة اه فالمبيض يروح من لخبطني الوزن الزيادة هم فاندننا في دائرة مغلقة نقطعها في الغالب عند الوزن اول اول علاج ليه طيب ام تقول ان ده عندها تكيوسات ولا عندها متلازمة اه هي الشكوى بتاعتها ايه عندها اضطراب في الحيض تأخير في الغالب عندها اه عدم قدرة على الانجاب او تأخر في الانجاب عندها نمو شعر في اماكن غريبة في الجسم في الوجه في اماكن غريبة بصورة عالية اه وفي الغالب زي وقلنا مليانة مليانة فدي بتيجي تشتكي من الحاجات داية اي حاجة منهم تمام مع الكشف يبان ان المبيض ده عليه حويصلات اللي هي تكيسات اه كتير تمام والهرمونات والتحاليل الطبية والكلام ده تبين ان فيه نسبة من التكيس موجودة هنبدأ انا اتعامل عاها ازاي يختلف بقى بس اول خطوة لو فيه زيادة في الوزن وانا بكرر الكلام ده كتير لو فيه زيادة في الوزن لازم الوزن ينزل لازم ده اول طريق للعلاج ده اول طريق بس مش الحل النهائي ممكن يبقى كيلو جرام زيادة يعمل اللخبطة دي يعني انا ممكن لما خس التكيسات تتعالج تماما وهم مش تكيسات بقى احنا قلنا في التراب وظيفي أو التراب وظيفي الاتراب يخس يروح معين طيب ايه بيكون اسبابها يعني انا بنت طبيعية جدا اما هتجيلي العيدة عندها 15 سنة يعني صغيرة جدا على ان هي طيب عندها لقبطة هرمونز عندها اي مشاكل ايه اللي يخلي عندها تكيسات مبايد لا خليها نقول ان هي مولودة من بطن ممتها عندها مبايد بالمناسبة مبايد غنية اوكي التكيسات دي مبايد غنية مش ضعيفة انا هوقف حضرتك ممكن تتولد هي مولودة كده مولودة عندها مغزون عالي جدا من التطبيع من البوايدات اه المغزون ده مش عارف في يشتغل لوحده من كتر ما هو كتير ام فكان سببه انه بيعمل تكيسات لا مسابه هو حاصل ده وجه معاه بقى اه وظيفة اختلت ام شوية اللي هي التمثيل الغذائي ومقاومة الانسولين وا 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 ام فروحهم عاملين المتلازمة دي معانا ام تمام اوكي يبقى احنا عندنا في الاول مبيض غني مش مبيض ضعيف ضعيف ام مبيض غني ام فبالتالي احنا عاوزين ايه نطبطب عليه كده ونقوله اعقل شوية اه نهد دي نهد دي اول حاجة في تحديثه لو هي زيادة في الوزن هتنزف الوزن هتنزف الوزن تمام تاني حاجة هندي ادوية او مكملات غزائية او فيتامينات تمام بتساعد المبيض ده على انتاج الوظيفة بتاعته مزبوط تمام اوكي فبالتالي الوظيفة تشتغل تاني كويس ام هنا بقى نفرق بين اتنين بين سيدة وبتدور على حمل ولا قانسة وعندها مشكلة مثلا في نمو الشعرة او تأخر البيض او كده ام دي هتاخد خط علاج ودي هتاخد خط علاج تاني ام ام